المعلومة اللي عندي بتقول انه صفوة الشريف المبنى اللي ادبانى سنة ستين ده اللي هو مبنى لزاعه التلفزيون اسس فيه صفوة الشريف اللي تولى وزارة الاعلام تقريبا سنة 82 وكان صفوة الشريف جاي من المخابرات في الاول ثم طلع فيه قضية انحراف جهاز المخابرات وادارة الشواء الامنة او ما يسمى بعملية الكنترول فصفوة اختفى شوية ثم عاد رئيس لهيئة الاستعلامات وبعدين لما جاء مبارك عينه وزير اعلام وظل صفوة وزير اعلام حتى صورة يناير من سنة 82 لحد صورة يناير تقريبا يعني صفوة الشريف خطت للتلفزيون ده الحقيقة بعبقرية شريرة مدهشة انه سيطر عليك وكان مسيطر عليك تماما في الدور التاسع في مبنى التلفزيون المبنى المدور مش البورج يعني في المبنى ده عمل صفوة او اسص صفوة مكتب لنفسه انا اشتعلت في المبنى ده حوالي سنتين كان فيه دور لايمكن تعدي عليه وصعب جدا تعدي عليه وهو الدور التاسع مكتب صفوة بيه كان صعب جدا يعني ولو اسنصير لوحد وحاجة كده يعني مبنى يعني اللي طلعت دور التاسع انا طلعت الدور التاسع ده مرتين وفي المراتين التقيت بصفوة الشريف وكنت بس عشان نسجل مع حوار مش عشان حاجة تانية يعني فالدور التاسع ده هو دور يعني محاط بسرية شديدة جدا لما ميشي صفوة الشريف عقب صورة يناير ولما تأسست الهيئات الوطنية لإعلام بدأت ناس كتير تحط يعنيها على مكتب صفوة الشريف فلما تأسست كام هيئة إعلامية كده كانت فيه خناقة على مكتب صفوة الشريف الخناقة دي كانت ما بين كرم جبر ومكرم محمد أحمد مين ياخد مكتب صفوة الشريف الحقيقة كرم كان قوي جدا أخد المكتب ده لنفسه بعد معركة مضنية ومكرم تحكم في الإعلام المصري الفترة اللي فاتت دي كلها لحد ما تعين أسامة هيكل لما تم تعين أسامة هيكل وزير للإعلام أو وزير الدولة للإعلام أول تصريح من مكرم محمد أحمد كان بين أو إنه مجروح فقال بالنص مكرم قال بالنص إن ده وزير بلا وزارة التصريح موجود قال ده وزير بلا وزارة عايز يقول إنه هو الوزير الفعل للإعلام يعني مكرم محمد أحمد هو الوزير الفعل للإعلام وبعدين بعد كده قال على الدولة انها تحدد اختصاصات وزير الدولة للإعلام ده اهو مكرم محمد احمد وفي التصريح اهو يوم الحد 22 ديسمبر هيكل وزير بلا وزارة ولابد من تحديد اختصاص فكان واضح قوي انه تعيين هيكل جرحه يعني جرحه جرحه يعني طيب بعد ما جرحه هذا التصريح بعد التأتي النهاردة المعلومة اللي عندي بقى ان اسامة هيكل اول مبارح او من مدة يعني استدعى مكرم محمد احمد لمكتبه بعت يجيبه وطبعا دي كبير على مكرم قوي مكرم ده كان رئيس مجلس دار الدار الهلال وبتاع مبارك قوي استدعى اسامة هيكل لمكتبه دي جامد قوي ولما استدعى المكتبه امره بانه يخلي مكتبه في الدور التاسع في التلفزيون اللي يعرف مكرم من قريب يعرف انه راجل غلاط يعني ابيح يعني بيعمل كل حاجة في الكلام اباحة وكل حاجة والفاظ وكله اسأله الناس اللي تشتعت مع مكرم في مكتبه فالمهم انه مكرم الحقيقة ابح او يعني طول لسانه او يعني تهور المعلومة بتقول لي كده فلما تهور مكرم اسامة هيكل ترده من مكتبه انا بقول له كل عندي ومن قيادة صحفية وانا اثق فيها ترده من مكتبه فاسامة مكرم لما خرج من مكتبه اترد لما مكرم اترد من مكتب اسامة هيكل اتصل بقيادة كبيرة حوالي السيسي وقال له انا يعني الراجل استدعاني وعشان يقول لي كذا ويخلي مكتبه الراجل القيادة ده قال لي مكرم اخلي يا مكرم مكتبك دي المعلومة المعلومة بتقول ان مكرم اتمسح بيه الارض من اسامة هيكل المشكلة بقى مش في كده المشكلة ان فيه كلام ان مكرم محمد احمد ماشي وانه هيمسك مكانه كرم جبر وهيجيبه اسامة الامير يمسك حاجة يعني فيه زيطة كده حصلة هيتطير فيه مكرم وانا ان حقيقة لحد دوقتي المعلومة عندي كده انما الاهم في المعلومة بقى ان اسامة هيكل فيه شخص في المخابرات كان ماسك الشؤون المعنوية في قوات المسلحة الشخص ده بيدير التلفزيون دلوقتي الاعلام الشخص ده بيكرأ اسامة هيكل فانا عايز اقول لي امين النقاش وهو حتى بص رحيل مكرم وتصعيد كرم وضم عمر عبد الحميد تغيرات ننشر تغيرات الهائة الاعلامية ده المعلومة يعني تقريبا ده الخبر ده بيأكدها رحيل مكرم علم القاهرة 24 وستتم خلال ايام عادة تشكيل هيئات الاعلامية وهي الهائة الاعتنى الصحافة الهائة الاعتنى الاعلام المجلس الاعتنى تنظيم الاعلام بعد ساعات من تعيين اسامة هيكل وشهور من الترقب والتكاوة وقال مصدر مطلع للقاهرة 24 انه تقرى تصعيد الكاتب الصحفي كرم جبر لمنصب رئيس الهائة الاعتنى الصحافة اللي هتولى منصب رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام خلفا لمكرم وحسب مصدر ربما يصدر قرار تنظيمي خلال ايام يتولى اسامة هيكل وزير الدولة الاعلام الاشراف على هيئات الاعلامية الهدف من القرار منع تضارب الاختصاصات ومنع هيكل ومنع هيكل صلاحات اكبر لتمكينه من تطوير المنظومة الاعلامية اشار المصدر انه تم تحديد اسم خليفة كرم جبر انا بقول لك بقى احتمال كرم جبر يروح مكانه وبيقوله عصام الامير وهيستمر حسين زين منصب رئيس الهائة الاعلام بعكس ما هو تدول وانه سيتم اضافة اسماء اخرى المهم يعني انه اسامة هيكل هيجيب ناس هو مسيطر عليهم اصلا على كل حال سواء اذا حصل التغييرات دي او لا لكن انا متأكد منه ان اسامة هيكل استدعى كرم محمد احمد لمكتبه وامروا باخلاء المكتب بتاع صفة شريف ولما تهور مكرم في مكتب اسامة هيكل اسامة هيكل طردوا ولما استعان مكرم بالقيادة الكبيرة في المخابرات اللي بتديل الاعلام القيادة تلبطه ان اسمع كلام اسامة هيكل انا في انتظار نهايتك يا مكرم بصراحة لانك رجل الحقيقة يعني كان مفروض لو مت من خمستاشر سنة كنا ممكن نبكي على واحد من اعلام الصحافة المصرية لكن ان شاء الله انك تستمر في العمر لحد ما نشوفك خنزير حقير بتبارك وتعلن الخطة اللي اخد بها محمد بن سلمان تيرانو سنفير ترجمة نانسي قنقر